سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضحك يا بقي بصراحة اعمال اضحك بقى لي بقى لي ساعة بضحك بجد على المتحولون اللي قاعدوا شهور قاعدوا شهور الجزائر الجزائر شجعوا في الجزائر وفيديوهاتهم فيديوهاتهم كلها الجزائر ومرة واحدة اتحولوا راحوا بلد تاني والله العظيم حاجة اضحك واحد اخوي حبيبي جزائري من بلجيكا بعت لي رسالة بعد صلاة الجمعة بيقول لي يا كابتن المتحولون دول المتحولون قاعد يضحكني فقلت لازا بعمل الفيديو ده قلتلكم من زمان قلتلكم من زمان عايز تسمع فيديو عن تحليل كرة قدم اسمع من نجم كرة قدم مش واحد امه جابت له موبايل وقاعد وجابت له نت ووي فاي ونت فيفضل يتكلم وبتاع ده ده بتاع مشاهدات قلتلكم والله عملت فيديو اكسم بالله انا مع المنتخبات العربية بقالي 14 شهر بالزبط 15-16 شهر من شهر 6 السنة اللي قبل اللي فاتت شهر 6 حين دلوقتي شهر 10 يعني سنة و 4 شهور 16 شهر 16 شهر عملت فيديو في الاول قلتلك يا جماعة اللي بيبقى عيان بيروح لدكتور اللي بيبقى عايز يبني عمارة بيروح لمهندس معماري يبني عمارة اللي عايز يشوف تحليل كرة قدم يروح لنجم كرة قدم كان لاعب عظيم زي بينسبورد هي اكبر استوديو في العالم العربي لما بيجيب الناس تتكلم بيجيب مين ها ابو تريكا طارق بتاع تونس النجم الكبير النجوم النجوم حاتم التارابولسي طارق دياب النجوم صح وانت برضو لما تجدس مع حاجة من تحليل مباراة خش علي انك بقول الحمد لله أنا كنت راجل هداف منتخب عساني اللاعب منتخب قلومبي ومع النادي المؤمن واخد بطولة افريطيا الحمد لله ليه تاريخ في الكرة وكمان مهنة المدير الفني والتحليل بتسمعه بيعجبك او ما بيعجبكش قلت لكم كده زمان متحولون هم ما عندهمش محتوى انا كنت بشوفهم من سنة بيتكلموا عالجزائر ويشوفوا مثلا كابتر مصطفى بيقول ايه يرحوا ما عاملين محتوى يقولوا ده فيه واحد بيقول هو ما عندهش محتوى هو بيشوف مثلا مصطفى بيقول ايه مصطفى صادق بيقول ايه في الفيديو بتاعه ويطلع ايه يقول عكس كلامه يشوف مثلا في العرضة اللي هو عامه الشام بيقول ايه ويطلع يقول طب انت محتوىك ايه انت بتقول ايه فدولت هتلاقي ايه بيروح مجارين على البلد التانية لو في البلد التانية بقى لو في واحدة ستة مثلا هتولد هتجيب توقم يروح حامل فيديو هاه في البلد في واحد جاي بتتوقم اي حاجة اي حاجة ما عندهش محتوى يعني ياريت مثلا يروح البلد التانية دي يحل المباراة يحل النادي عندهم إنما برضو نفس الكلام زي ما عمل معك زي ما عمل مع الجزائر عمل مع البلد التانية طبعا مع حبي البلد التانية والجزائر أنا تونس الجزائر المغرب مصر في عناية بلدي طبعا مصر لكن الجزائريين التونسة المغربة في عناية بحبهم أي واحد عربي بحبهم قلبي صافي معك الجزائريين لا يمكن هتحول لان انا عندي محتوى انا لما حبيت الجزائر محبيتش الجزائر علشان المشاهدات ما كانش فيه مشاهدات في الاول لكن لما عملت الجزائر حب المنتخب الجزائر كسب كولومبيا ولعب تونس مباراودية كسب تونس لقيت التحليل بتاعي ناس دخلة جزائرين معجبة ده فيه فيديو فيه فيديو عندي في الاول جابت 5000 جزائري مشتركة ومن عند ربنا في فيديو عندي في اول الفيديوهات اللي عملتها المنتخب الجزائر والله جاب 5000 مشترك جزائر فيديو واحد 5000 مشترك حبي للجزائر حب من القلب مش عايز منهم حاجة انا محتوى عند الفكر وعند الفنيات خلي بقى لكو انا بقى لي اهو 16 شهر ما بحسبهاش بس لازم اقولك 16 شهر فيه ماتشل تونس ما حللتوش حللت في ماتشل المغرب ما حللتوش لا يمكن لا يمكن القناة موجودة والفيديوهات موجودة والتواريخ موجودة لا يمكن لا يمكن ما حللش منتخب مصر كل ما تشاطه محلل المتحولون اللي هما ما عمدهمش محدوى اصلا هو داخل مع الجزائر كان القضية بتاعة جسامة وقال لك اخوش ده هوجة ومشاهدات اول ما خلصت اوه راح قالك ايه ده ده المغرب هيجيب مشاهدات لا الشعب المغربي عايز منه حاجة والشعب المغربي هيعرفه برضو زي انتو ما عرفتو ان هو متحول الشعب المغربي هيعرفه بس كل واحد يهجس ما عندوش محتوى شكرا انا لسه عامل فيديو في القناة التانية عن مباراة اليمن لانا كنت مدير فني اهل صنعاء في اليمن فالناس على الواتس والفيسبوك قالوا يا كابتن مباراة اليمن ناشين احللها احللت المباراة دخل مشتركين كتير جدا وتعليقات النهار ده ايه مش معجبين بيا معجبين بالكلام معجبين بالمحتوى عندك حاجة بتقدمها هتنجح عندك حاجة بتقدمها ربنا سبحانه وتعالى هياخد بيدك وهتنجح هتخش تهجس على الناس انا قلتلك والله لما المجموعة دي دخلت ما عندهمش محتوى مش بطوع كورة عملت فيديو والله من سنة قلتلكوا خلي بالكم لما بنبقى عينين بنروح لدكتور متخصص عايز تسمع كورة شوف نجم سابق تروح بين زورة تتفرج شوف طريق ده بيقول ايه شوف ابو تريكا بيقول ايه اسمع من الناس لعبة كورة ادخل على الفيديو ادخل على اليوتيوب اكتب كابتن مصطفى صادق انا اهداف مصطفى صادق هتتفرج على الاهداف هتستمتع هتتفرج على اهدافي في اليوتيوب وانت بتتفرج كده اكتب بس على اليوتيوب او على جوجل اهداف مصطفى صادق هتقول اه الرجل ده لما هيكلم في كورة يسمع في حاجات كتيرها هبقى غلط فيها في حاجات كتيرها مش هتعجبك طبيعي احنا بشر فيش حد في الدنيا الناس كلها بتصدق كلام وفيه ناس هتحبك وفيه ناس هتكرهك الجزائريين هيفضلوا في قلب على طول اللي بيتحولوا دول لهم بيبقوا داخلين اصلا بيتحكوا عن الناس نصابين هينصوا بنا شوية هينصوا بنا شوية هينصوا بنا شوية تفهمين قصدي؟ اضحك يا بقي ها 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 والله انا بشوفهم بشوف الفيديوهات بتاعتهم بدحك لدرجة ان في واحد فيهم لسه من يومين قالك ايه انا اكتشفت ان انا ما عنديش محتوى هو نفسه طالع في فيديو انا بقى لسانة عالقناة ما عنديش محتوى ايوه ما عندكش محتوى لانك انت مش طبيعي انت مش طبيعي شرك في القناة اعماللاي